اشتركوا في القناة بأوقاتنا اللي كنا دايما نحط عنها سالة التليفون بيغنينا عن كل هالكاميريات واستطورت الأمور الزيادة لتوصل حتى على طيارات الدرونز يلي هي متحكم فيها كمام التليفون طبعا أو بيجي إلى كمان جهاز تحكم تاني اليوم هحكي عن كاميرتين يعني كتير مهمين وبنفس الوقت بيناتهم كاميرا بروفاشنال ووحدة سامي بروفاشنال كمان ممكن يستعملوها كتير من المصورين وصناعي الأفلام قبل ما احكي عن هالمواضيع هنتقل لموضوعك انت حكيت عنه من حوالي الثلاثة شهر وكانوا عم نحكي عن استثمارات عم بتصير من خلال بيل جيتس وغيرها من المستثمرين اللي خاصهم بيئة التكنولوجي عم بفوتوا بعالم تقنيات مختلفة شوي عن التقنيات الرقمية أو ديجزل تكنولوجي عم يفوتوا بالتكنولوجي اللي خاصة بالمأكلات والتحسين طبيعة الأكل اللي عنا إياها بدل ما نقتل الحيوان أو نستعمل لحمه كان في شيء اسمه مثل ميت فارمينج أو زراعة اللحوم وهي بتتاخذ من خليات من عضل اللحم اللي هو الجيج أو بقر أو غنم وغيرها وبتم نوع من الزراعة لها بيجمعها مع الفات والبروتين ومثل بيئة معينة لتنمى وتصير قطعة ستيك إذا كانت الجيج أو لحمه وتعمتها طبعا نفس طعمت إذا كانت مدبوحة أو حتى ميت الحيوان فيها وهنا عم نستغنى نحن عن قتل الحيوان عم نعمل نوع زكي من خلية وحدة منقدر نطلع منها مجموعة كبيرة من اللحم وناكلها وعم بشجعوا هيك نوع من الاستثمارات وأول نوع من البراندز يلي عم تطلع بالسوق طبعا يعملون له باكيجينج ويقدر يسوقوها باسم منفس وحنشوف شوية هيك فيلم إعلاني أو مثل دعاية صغيرة عن هايدي كيف عم بسوقوها وكيف يجبوا حدا ويقدر يستطعم هايدي ستيك وعطى رأيه في آخر نشوف الفيديو الظهير Hi, Uma Baleri here from San Francisco One year after making history with the world's first clean meatball we are at it again I am proud to unveil the world's first ever poultry products that were grown from animal cells without the full animal اليوم نحن نعام خلال أخرى في الوصول أكثر اكثر من المباشرة في عامريكا وفقًا بشكل رائع لننظرنا أن نعرض مباشرة المباشرة للمباشرة لقد نعرض أيضاً فهون راني عم نشوف الزراعة اللحوم يلي عم بيستعملوها مؤخراً كل يلي ضد قتل الحيوان لإستعمال اللحمة عم بيتم مثل استخراج خلية وبتم زرعة بيبيئة معينة وبتم ما بتصير مثل كأنه لحمة عادية طيب مش معقول له كنا أخدنيها حبة وخلصنا مية بالمية خلص جاد مما تخبرني هيك أشياء بليز غير مواضيع أنا مع الطبيعة يا خيدي مع الطبيعة ما فيه إذا ما كانت حتى فيه روميت ما بيمشي حالة نايمة روميت أكل تلزز ومبسط ماشي الحال عم تشوف هيدول تعرفي أغلى حتى أنه أوكي الأنمالز وكل شيء بس أنهم معايشين أحسن مننا صاروا يعني طيب خلص منغير الموضوع خلص جاد خلص خليك موجودة معنا لتشوفي هالكاميرا الحلوة كتير كاميرا حسل بلادي اللي هي كمان ألمانية وتعد من الكاميريات المعروفة لكل صناعي الأفلام والحلو فيها لهالكاميرا اللي نزلوها جديد هي 6D 400 ميجا بيكسل نحن عم نشوف على ميد فريم أو ميد لفل فريم فوتو شوتين كل اللي بيصوروا بيفهموا قديش بيكون مثلا في كاميريات كبيرة الرد أو أليكسا أو غيرها اي وايد أو بتجي بيك فريمز هالمره عم نشوف نحن 400 ميجا بيكسلز ملتي شوت يعني بتلطقت عدة مرات اللون اللي اللي بدي وبتجمعه وتطلع صورة كتير نائية وتفاصيلها كلها موجودة عم نحكي نحن 400 ميجا بيكسلز بتفاصيل زيادة خلينا نشوف هالكاميرا يلي بيوصل حقا للخمسين ألف دولار يلي بتصدر بالسوق حاليا وممكن كتير يعني تقم استبدال استعمالها عن أليكسا وغيرها من الكاميريات الكبيرة هون عم نشوف تفاصيل الكاميرا اللي هي فعلا حلوة كتير أول شي صغيري هاندهلد وبنفس الوقت عم نشوف الشوتر سبيد تبعه يعد هو كمان من أحسن وأسرع كأنا معمولة للأشخاص البروفاشنال هي بروفاشنال كاميرا متل ما ذكرت السنسور اللي فيها سيموس سنسور كمان هو بدر يلطقت كل الحواس حسب يعني النوع الطقس اللي موجودة فيه وحتى الضو السنسور اللي فيها كتير عالي عم نحكي وان ميجا بيكسل كمان بنفس الوقت الديناميك رينج أو حتى السنسور اللي بيعملك على جمع الارجي بي لينز يعني الراد التفاصيل جمع الألوان اللي فيها عادة بكل كاميرا بتاخد وقت للتجمعها وهون بتفاصيل معينة بتقدر تختلف إذا كنا معنا شوية وقت بنحكي عن قديش دقة الصورة اللي بتاخدها فيها هيدا الكاميرا يعني إذا بتحب التصوير وأي حدا بحب التصوير هيدا الكاميرا هي المناسبة وبتوفر يعني على الكاميريات الغالية اللي موجودة وكانوا أرانوة مع بعض حتى أرانوة مع بعض هيدا الكاميرا عرفنا شيئا سارة تقريبا خمسين ألف دولار مش كتير غالي لهيك مكوينة يعني لهيك أكيد هلا نحن نحكي تولف ميجابيكسل بالتليفون هيدا أربعمائة ميجابيكسل بس تعرف الفرق أوكي بس أنه يعني لمن موجهها لا صنعي الأفلام أكيد أكيد يعني مش أقل من هيك حتى مش للتيفيز وتم استرجاعين يعطا بيأجرون يعني وبيربحوا منهم ولكن هيدا الكاميرا كانت مثل اخترقت عمتيك مثل مد رينج بدل ما تشتري الكبيرة اللي بوصل حق الـ 200 ألف و150 ألف فيكن تشتروا هيدا وحتى أحسن بكتير بكتير مطارح بهيدا التصوير صح أحكي شوي كمان على الدرونز مشورو أولادك بيكون عندهم أو بيحبوا الدرونز وأنا واحد منهم كل الأولاد بس بدأتك شي جاد يعني الدرونز اللي عم بيكونوا موجودين بمحلات الألعاب خلينا نقول أو الأشياء اللي موجهة للأولاد ولمراهقين كتير عم بيكونوا يعني فارطين بمرة يعني ما بيضعين أسبوع وأي شيء بدأره فيه هيدا بيكونوا يعني يعني أو كيف زبطونا الدرونز زبطونا هيتل هيتل هزوج على لكن فيه كتير درونز يعني صناعة صينية لفل ب أو س نحنا عم نحكي اليوم هنحكي عن دي جي آي هي من أحسن صانعين الطيارات الدرونز نحكي مشارول أه هي هيدا هيدا الدرونز هي لأستعمال لأولاد صغار ولكن يعني اللي كتير عندهم يعني فهم بالدرونز لأنه عندها تفاصيل كتير حلوة عم نحكي عن المايفيك آير اللي هي في عنا كان منها خطين مايفيك برو ومايفيك آير هالمرة مايفيك آير عم نشوفها درون كتير حلو وزكية جدا أول شي صغير جدا متنضب بالجايبة ثاني شي هن نحكي عن تقنية جديدة بتشتغل على السنسر الإيدين يعني فيك تحكم فيها بالإيد بطلت أنت تحكم فيها بالتليفون أو غيرها بنفس الوقت عم نشوف 12 ميجا بيكسل الكاميرا وبتدار تعمل سلو موشن لحالة وبنفس الوقت بتعمل الـ فور روتيشن أوتوماتيك يعني ممكن كل شي جهزية أوتوماتيكيا واللي حلو فيها كاميرا نو فيها بومارنج حتى قائد التونترولر يعني أوه الـ البايلوت طبعا طبعا هنا هنالهن جسر لك شو حلو كتير حبيت تحكي عننا أنا بحب الدرون عندي يعني عندي بارت وهون لنفوت عم بفوت دي جي عطلا دي جي عطلا سعر الكاميرا لألف سعر عفوا الدرون لألف وارمعمية دولار هون عم نشوف تقريبا بين البرو وبين دي جي آي الكبير هي تسعمية وهذا تلاتمية وهذا تقريبا من سمعمية دولار وهذه كانت آخر خبرية اليوم روني حريحك هيدا حكاية تحكيت تانك لألك رجعت نحن ناخد وقفة مروح على أوتوفوكس ونفش أخليكم مع